ونتوجه بكم الآن إلى جامعة أداسي الإقليم ششاوة حيث يرصد لنا مفادون محمد الريشي جانبا من عمليات التكفل بالمتدررين عفوا المحمد الشنتو فيبرز لنا في هذا الإطار مبادرة مميزة تتمثل في إقامة مطبخ متنقل بدار الطلبة بهدف المساعدة في تسيير عملية تدبير أزمة الزلزان تحية طيبة مشاهدين الكرام نستمر في تغطيتنا لأحداث سلزال الحوز وبالضبط بجامعة أداسي الإقليم ششاوة دائما تستمر تغطيتنا وسنركز في هذه المراسلة عن مبادرة من المبادرات المتميزة التي تستحق الإشادة وهي مبادرة المطبخ المتنقل الذي جاء من مدينة طنجة لكن بداية نشير إلى من أين جاءت الفكرة طبعا هناك مواد غذائية كما ذكرنا سابقا يعني بدرجة كبيرة جدا وهناك إشباع من هذه النحية وبالتالي فالسلطات المحلية فكرت في التنسيق مع أحد المطابخ لكي يأتي إلى هنا من أجل القيام بعملية الاستثمار في هذه المواد الغذائية وبطبع الحال تتم توزيع هذه الوجبات على ساكنة المنطقة وكذلك مختلف الرجال أو الجنود العاملين بهذه الأزمة نتكلم عن رجال الوقاية المدنية عن رجال الجيش عن المتطوعين كذلك وكذلك المواطنين بطبع الحال لأنه كما تعلمون هنا لا توجد مطاعم أو أي شيء من هذا القبيل وبالتالي السلطات المحلية هنا بعمل تقليم شيشا وفكرت في هذه المسألة وبطبع الحال نتحدث عن قيالة السفلمان وكذلك أداسيلة بالتالي فكما تتابعون دائما السلطات حاضرة ومتابعة لمختلف النقاط المرتبطة بإعالة الاستثمار في هذه المواد الغذائية وتحويلها وبطبع الحال إلى الأهالي عبر هذا المطبخ الذي سوف نتعرف عليه الآن هذا المطبخ الذي يعمل فيه أجود الطباخين الماهرين والمحترفين بطبيعة الحال وسنتحدث عن هذه المبادرة ولكن قبل ذلك أكيد نترك المجال للصورة لكي تتحدث قليلا هؤلاء الشباب قادمون من عروس الشمال من مدينة طنجة ووصلوا إلى هذه القرية من أجل أن يساعدوا يعني أن يقدموا خبرتهم في مجال الطبخ وأن يساعدوا في التخفيف من هذه الأزمة بطبيعة الحالة إذن مبادرة المطبخ المتنقل سوف يتحدث معي حولها سيد جلال العدلاني وهو كبير الطباخين سيد جلال أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتلبية دعوة قناة ميديان تيفي أهلاً وسهلاً ميديان تيفي بدايةً ما يمكن أن تقولنا على هذه المبادرة والأهمية لها؟ الأهمية هذه المبادرة جئنا بدل المطعم متنقل لإيواء هذه الناس ونعطيه أكل في عين المكان والحمد لله ربي وفقنا وصلنا بخير والسلطة تأكدونا هنا إلى واحد المحل وجهزونا واحد المحل اللي قدرنا نعطيه هذه المبادرة في أحسن الظروف والحمد لله وفقنا الله وكما كتشوفه فره الأكل موجود والناس فرحانين وهذه الصورة تحكي على طيب ما هي من وجبة في النهار كيتم الإنتاج جلاني؟ هنا ما بين 250-300 في كل وجبة في كل ساعة ربما؟ في كل ساعة ساعة ونس نعم ساعة ونس شكراً جزيلاً لنسي جلال وتبارك الله عليكم وبالتوفيق في هذه المبادرة المواطنة نتلقى إن شاء الله فرصة أخرى شكراً لكم إذن مشاهدين الكرام مرحباً إذن مشاهدين الكرام كما تتابعون هذه المبادرة من المبادرات ومرة أخرى أعود إلى الصورة إلى الطباخين إلى التعاون ما بين مختلف المكونات المتواجدة هنا بهذه المنطقة ونذكر أننا نتواجد بدارة طالبة بجماعة أدسيل بطمعات الحال التي هي طبعاً من الجماعات الأكثر تدرراً من الزلزال ونحن الآن في اليوم العاشر من هذه الفاجعة وتغطيتنا أكيد مستمرة مشاهدين الكرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر